طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل النهاردة على الانتجريشن باي بارتس فهنقول الموضوع بتاع الانتجريشن باي ريداكشن المرة اللي فاتت يا شونسين خدنا انتجريشن كده لو مسلا عندي انتجريشن اكس باور ففتين في اي باور نيجاتيف اكس دي اكس فانا لو عايز احل الانتجريشن زي ده اه كنا المرة اللي فاتت بنقول هناخد اليو هي الاكس باور ففتين والدي في هيساوي اي باور نيجاتيف اكس دي اكس واعمل لليوت عشان تبقى دي واعمل الانتجريشن للدي في عشان تبقى في واقول ان انتجريشن يو دي في هو عبارة عن يو في في مينس انتجريشن في في دي يو تمام طيب اه طبعا كنا في كل مرة باي بارتس بنلاحظ ان الباور بتاع البرونوميا اللي كان بيقله واحد يعني ما هعمل باي بارتس اول المرة هلاقي اه الانتجريشن الجديد زهر لي في اكس باور فورتين في اي باور نيجاتيف اكس طب الانتجريشن اللي بعده اكس باور فورتين في اي باور نيجاتيف اكس وهكزا تمام طيب هفضل اعمل خمس تاشر مرة باي بارتس قال لك لا احنا ممكن نعمل حاجة احسن ايه هي بقى نجيب حاجة اسمها ونعوض فيه طب ازاي يعني قال لك احنا هنعمل انتجريشن لأكس باور ان في اي باور نيجاتيف اكس دي اكس وهطلع حاجة اسمها الريدوكشن فورمولا اللي هي اي ان ومن الريدوكشن فورمولا اعرف احسن مين الايه الانتجريشن بتاع اكس باور ففتين في اي باور نيجاتيف اكس دي اكس بمعنى انا دلوقتي لو انا عندي اكس باور ان في اي باور نيجاتيف اكس دي اكس بمعنى ساعديني negative e power negative x. والديو يا بشوانسين هيبقى عبارة عن n x power n minus 1 في ايه يا بشوانسين في الدي اكس. طيب وبالتالي الاي ان بتاعتك اللي هي كانت عبارة عن integration x power n في دي اكس تقدر تكتبها كالقاتي u في v minus integration في ديو. يبقى negative x power n في e power negative x. مينس مينس هيبقى بلس. وهطلع ال n دي بره الانتجريشن. فهيبقى integration x power n مينس 1 في e power negative x dx. طيب الانتجريشن باي الريدوكشن بيعتمد بشكل اساسي يا بشوانسين على حاجة. ان انت الانتجريشن اللي هيظهر لك الانتجريشن الجديد ده يكون نفس شكل القديم. بس الاختلاف يكون في مين? في ال n. فقط. تمام? يبقى الانتجريشن الجديد يكون نفس الانتجريشن القديم بس الاختلاف يكون في ال n فقط. فانت لو مسمي ده i n فالانتجريشن الجديد هو نهو نفس الانتجريشن برضو x power في e power negative x dx. بس الاختلاف كله في ال power. فدي لو power n دي power n مينس 1. فممكن اسمي ده i n مينس 1. وبالتالي ال i n بتاعتي هتكون عبارة عن negative x power n في e power negative x plus n i n مينس 1. وده كده ال ايه? ال reduction formula بتاعتي. طيب ماشي يا باش موندس. ان ما استنتجتي reduction formula يعني. دي هتفيدني في ايه? عشان احسب integration x power 15 في e power negative x dx. يعني انت قلتلي ان انت هتسهل علي بشكل ما? بدل ما ادعم ال integration by parts 15 مرة? لا. انا ال reduction formula هتسهل علي. طيب ازاي يعني? ركز معي بقى. انا دلوقتي integration x power 15 في e power negative x dx. اكني بحسب اي كام? اي 50 لان ال n في 50. طيب هبدأ اعوض في ال reduction form. ادي ال i 15. هبدأ اشيل كل لانه وحط بدلها 50. يبقى ال i 15 هتبقى negative x power 15 في e power negative x plus 15 i 14. ففعلا اول مرة ال integration بتاع اي اكس power 15 في ايه power negative x اللي هو ال i 15 هجيبه عن طريق integration i 14. طيب i 14 كنت ما عشان تجيبه كنت هتعمل باي بارتس 10. لا انا مش هعمل باي بارتس 10. انا هقوض في نفس ال reduction formula بس عن ال n المرة دي في 14. يبقى i 14 بيساوي negative x power 14 في e power negative x plus 14 i 13. طب واي 13 هجيبها ازاي? بدل ما عمل باي بارتس تاني? لا انا هروح اعوض في نفس ال reduction formula عن ال n في 13. يبقى ال i 13 بيساوي negative x power 13 في e power negative x plus plus 13 i 12. طب وال i 12 هعوض تاني وهكزا. طب لحد فين يا مش وانسين? لحد ما عوض اوصل لل i 2 مثلا او ال i 1. طيب ايه هي ال i 1? ال i 1 بتاعتك انا هقوض اعوض بقى. لحد ما اوصل لل i 1. ال y 1 هتبقى negative x power 1 انا بعوض هنا عن ال n دلوقتي ب 1. يبقى negative x power 1 اللي هي ب x في e power negative x plus 1 i 0. طيب وال i 0 يا باش مهندس هجيبها منين? ال i 0 مش هروح بقى اعوض في ال reduction formula تاني. لا انا هعوض في ايه? في التكامل نفسه الاساسي. تمام? طبعا ال integration ده مش مكتوب منزبوط. the integration e power x power n في e power negative x. dx. تمام? طب هجيب ال i 0 ازاي? همسك بقى ال integration الاساسي هحط في ال n بزيرو. يعني integration x power 0 في e power negative x dx. طب integration x power x power 0 احنا عارفين ان هي بكم? ب1. طب و integration e power negative x. ب negative e power negative x. plus c. تمام? جبت ال i 0 هتعوض هنا. هقوم جاب مين? ال i 1. طب جبت ال i 1 هعوض هنا اجيبي ال i 2. جبت ال i 2 اعوض اجيبي ال i 3. وهكذا الحد ما وصل ال i 12. جبت ال i 12 يبقى جبت ال i 13. جبت ال i 13 هتعوض هنا يبقى جبت ال i 14. جبت ال i 14 هتعوض هنا جبت ال i 15. يبقى انت كده خلصت المسألة. تمام? يعني بمعنى اخر يا وشوانسين. انا استبدلت بدل معضة او بدل معضة اعمل integration by parts 15 مرة. لا انا هعمل بس 15 مرة. اتفاهمت يا وشوانسين? اتفاهمنا فكرة ال integration by parts? طيب. يعني خلينا نقول مسألة تانية كده. ده طبعا ايه مثال بنوضح بي يعني ايه integration by parts? طيب. يعني مثلا عندي كده integration. واحد عايز يحسب لي integration. اه. اكس دي اكس. طيب. دي احنا بنحلها باي بارتس. وللأسف هتحلها باي بارتس هتحلها باي بارتس بتاع حوالي تلات مرة. طيب ما نستنتجي مش لو نعود بيه. بدل ما اده اعمل integration by parts ثلاث مرات. ازاي يعني? يعني هقول ان فيه integration اسمه i n. ال i n ده هو عبارة عن integration six bar n x dx. طيب. هعمل ايه باش وانسين? هختار اليو بحاجة وهختار ال d v بحاجة. فعشان افاضل اليو اجيب ال d u. واجيب ال d v. اجيب ال d v. طيب. هاخد ال d v بكام? خلي بالك. بسيك بار n مائس اتنين. ايه? بسيك بار n مائس اتنين. واخد هناك. واخد هناك. بسيك سكورد. طيب الباش مهندس قال انا هاخد ال d v بش مهندس بسيك سكورد. اكس دي اكس. وهاخد ال d u بسيك بار n مائنس وان. اقب الباش مهندس ليه قال كده? لان احنا قلنا زي ما قلنا الانتجريشن باي بارتس بيعتمد بشكل اساسي على مين يا باش مهندسين. على ان انا انزل على نفس شكل الانتجريشن بس الاختلاف كله يكون في الباور او في ال n دي. طيب. طيب. واحد تاني قال لي لا يا باش مهندس. انا هاخد ال u بسيك بار n. وهاخد ال d v ب d x. هاخد ال d v ب d x. اللي بيقولوا ده صح ولا غلط? غلط. لان مش هنزل على نفس شكل الانتجريشن تاني. ليه? تعال نشو. ما لو ادي v ب d x بل v ب x. وال d u بسيك بار n بدي يوب n. سيك بار n مينس وان اكس. ودريفة في السيك بسيك تان. فان مينس وان هترجعت n تاني. مضروبة في تان اكس. وبالتالي الاي ان بتاعتك يا باش مهندس هتبقى عبارة عن u في v اللي هو اكس سيك بار n اكس. مينس ان. في انتجريشن اكس. في سيك بار اكس. في تان اكس. دي اكس. هل منظر الانتجريشن ده هو هو منظر الانتجريشن الاولاني? عشان اقول مثلا ان ده اي ان مينس وان او اي حاجة? لا. فعشان كده الاختيار بتاعي ان انا اخد ال u بسيك بار ان. والدي في بدي اكس ده مش اختيار مش مزبوط. طب اما لا اعمل ايه يا باش مهندس? انا هعمل زي اللي باش مهندس قاله. هاخد ال u بسيك بار n مينس تو. وهاخد الدي في بسيك سكويرد. مش معنى? لان احنا عارفين ان تكامل السيك سكويرد هيكون بكم? بتان. بتان. تمام? طب ودريفاتي في سيك بار n مينس تو هيبقى بكم? هيبقى n مينس تو هتنسل زي ما هي. في او في السيك بار n مينس تو هتبقى n مينس تري لان هطرح واحد. طيب بعد كده في دريفاتي ما بداك للبراكت اللي هو سيك في تان. فالn مينس ري دي ترجع ايه? بالزبط هترجع n مينس تو تاني. ومضروبة في تان اكس. طب وانتجريشة السيك سكويرد انتو لسه قيلين بتان اكس. تمام? طيب واحد يقول لي ايه يا باش مهندس انت جبت الاي ان او 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 اختيارك لليو والدي في بالمنظر ده هيخلي لك الانتجريشة الجديد شبه الانتجريشة القديم اه ليه? ما انا دلوقتي اركز معي. الاي ان بتاعتي بقى هتبقى عبارة عن ايه? زي ما احنا عارفين يوفي فيه. مينس انتجريشان فيديو. يبقى هقول سك باور n مينس تو اكس. مضروبة في تان اكس. مينس انتجريشن في ديو. الان مينس تو دي ممكن اخرجها برا الانتجريشن. وبقى لي انتجريشن سك باور n مينس تو اكس في تان سكويرد اكس دي اكس. طيب هعمل ايه بعد كده? عزر الانتجريشن ده. ماشي ماشي. الانتجريشن ده واحد يقول لي لا هو مش شبه الانتجريشن الاصل. لا هو شبه بس انت مش راقب بالك. ليه? احنا عندنا وان بلس تان سكويرد بسك سكويرد. فقدر اشيل التان سكويرد دي هو وحط مدالها سك سكويرد اكس مينس. ها? وان. تمام? بحيث ان السك باور n مينس تو دي تتدرب هنا وهنا. فهيطلع شبه الانتجريشن الايه? اللي في الاول. يبلغي ان بتاعتي عبارة عن سك باور n مينس تو اكس في تان اكس. مينس. ان مينس تو. مضروبة فيه. انتجريشن سك باور n مينس تو في سك سكويرد ده هتطلع مين? سك باور اكس. مينس وان في سك باور n مينس تو هتديني سك باور n مينس تو اكس دي اكس. طيب. حد واحد باله ان الانتجريشن الاولاني ده هو نفس الانتجريشن الاصلي اصلا? هو هو حتى ما مفيش اختلاف في الباور. فهيبقى ده اسمه ايه? اي ان. طب حد واحد فيبقى ان الانتجريشن التاني ده هو هو الانتجريشن الاصلي بس فيه اختلاف الباور بدل الان بقت n مينس تو. فده كده هسميه اي كم? اي انو مينس تو. ممتازين. تمام? فعشان كده يا بش مهانسين هو ده اختياري لليو والدي في هو اللي بيقول انا هاوصل الريدكشن فورملا ولا? لو اختارتوا اليو والدي في مصبوط هتوصل الانتجريشن شبه الانتجريشن الاصلي بس الاختلاف كله في الانت. فهتسمي الاصلي يبقى الجديد هيتتبع ايه? هيبقى مثلا مينس 2 مينس 1 مينس 3 على حسب. طيب دلوقتي يا باش مواندس انت الان مينس 2 دي هتضرب في الان وفي الان مينس 2 يعني بمعنى اخر انا ممكن اعيد كتابة السطر الاخير كده. اي 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 اكوال سك باور ان مينس 2 اكس تان اكس مينس ان مينس 2 والان مينس 2 دي هتكون مضروبة اي 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 ا هذه نيجاتف ان مينس 2 لما تضرب في i-n هتبقى نيجاتف ان مينس 2 in لما تروح الناحية التانية تبقى plus ان مينس 2 in هتكون بتساوي 6x power n-2 في 10x minus هيبقى plus لان الان مينس 2 هتضرب في ال in-2 n-2 في i-n مينس 2 طيب بعد كده يوش وانسين هعمل ايه انا ممكن اخذ من هنا اوه ايه بيجي المفروض ان مينس 2 ان مينس 2 in اه انا ودتها الناحية التانية اه انت اه ودتها plus يعني ماشي لا يبقى لنا غلطة تمام اتفاهمت يا شمسين طيب هاخد من هنا بقى ميه من الترمي ده in common factor في هيبقى ال in مضروف في كم اه يعني لو خلت دي كده هتبقى in هتبقى in minus 2 plus 1 minus 1 in اللي هي دي قدر اكتبها ايه in minus كم 1 يعني لو عايز in في طرف لوحدها هقسم الايكوشن كلها على كم in minus 1 in minus 1 ايبقى دي سك power in minus 2 x في tan x over in minus 1 plus in minus 2 over in minus 1 i in minus 2 ويبقى انا كده هتثبت الايه ال reduction formula بتاعدي طيب يا باشوانديس انت هتثبت ال reduction formula اللي هي ال in احنا قلنا ال in ده هو integration من سك power in x d x طيب انت هتستفيد ايه بال reduction formula دي اقدر عن طريقها احسب integration six power five x d x بدل ما عمل باي بورتس كزا مر طيب لو integration six power five x d x d كده اكني عايز احسب الايه كامي ماشوانسين اي فايف اي فايف اي فايف طيب هبدأ اعوض في ال reduction formula الاي فايف هتبع عبارة عن six power five minus 2 يعني six power three x في tan x على five minus one بفور plus five minus two يبقى three على five minus one بفور اي كامي ماشوانسين five minus two بثري يبقى عشان اجيب الاي فايف محتاج احسب اي ثري طيب عشان اجيب الاي ثري هقوم معوض تاني ها في ال reduction formula بتاعتي اللي هي دي حط ال n بثري يبقى الاي ثري بي ساو سك power three minus one يبقى power one x في tan x على ثلاثة مينس واحد باثنين بلاس ثلاثة مينس اتنين بواحد على ثلاثة مينس واحد باثنين في الاي كامي ماشوانسين في الاي واحد عشان اجيبها اعوض في ال reduction formula تاني خلي بالك امش وانس انت لو اعوضت بال reduction formula تاني هتبقى i negative one تمام لا احنا هنعمل ايه هنقوم هنقول integration بقى ال i one دي هنجيبها من ال integration ده يعني هنعوض وان احنا عارفين integration integration بكام وفي الاكر ايه نحط ايه ايه السي بعد انا نجمع كل طب انا جبت الاي واحد هنعوض هنا عشان اجيب مين ال i three وبعد كده اكون ال i three هنا عشان اجيب مين ويبقى خلصت المسألة عليك سهلة يا شوانسين سهلة طبعا انت ما بتعوضش انت بتكتبها له كده وبتقو معامل السهم الفوق كده سهم الفوق كده عشان تقول له يعني ان انا بعوض بالراجعة زي ما تعملت في المحاضرة تمام يا شوانسين كام واحد مش فهم كام واحد مش فهم موضوع ال integration by reduction طيب هل يا شوانس ال integration by reduction على طول على طول بحله بال integration by parts لا مش شرط في بعض المسائل بابستكدمش ال integration by بابستكدمش ال integration by parts عشان اجيب ال integration by reduction يعني مثلا نقول مثال عايزة اديكم مثال كده طيب ممكن مثلا تجربوا كده تعملوا دي integration power lin power 5x dx طبعا الناس اللي بتغير افتحل dby parts هيكتشف انه هو لازم يعمل dby parts خمس مرات تمام فلازم نستنتج لها reduction formula حاول كده استنتج لها reduction formula هتديك 3 دقائق وبعد كده هرجع عبق حلا يلا موسيقى اشترك اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 هنحله اه M or N odd تمام؟ قلنا لو الم أو الن odd أو الإطنين odd يعني بتاخد واحدة من اللي هو الباور بتاعها odd بتاخد منها واحدة. يعني مثلا دي cosine power 3 يبقى هاخد косين على جنب وهيبقى cosine squared في sine power M بتفر الام بكام تمام؟ طب لو لقيت M هي odd يعني مثلا sine power 5 في cosine squared. لا هاخد من من السين باور 5 دي واحدة فيبقى سين او هيبقى فيه سين في سين باور 4 طيب اللي انت خدت منه بقى حوله لحاجة التانية يعني انت مثلا خدت من السينات حول السينات اللي مبقية لكوسينات عن طريق الرول سين سكويرد x بلاس كوساين سكويرد x ايكوال كام 1 طيب افرد يا باش مهندس لو لقيت ان M و M Even في الحالة دي اعمل ايه قالك لأ في الحالة دي انت هتشتجل بالدبل انجل رولز حد يفاكر ايه هي الدبل انجل رولز ايه الدبل انجل رولز الكوساين 2x مثلا بتساوي كوساين x زبط كوساين سكويرد x هي عبارة عن 1 plus كوساين 2x هو نفس القانون اللي انت بتقوله بس انا كاتبه بطريقة انت كوساين سكويرد x هو عبارة عن half 1 minus كوساين 2x دول كده بيسموهم ايه الدبل انجل رولز الدبل انجل رولز تمام سهل يا شونسين طيب ناخد مساءل عشان نفهم عايز اعمل integration ساين power 3x في كوساين power 2x dx من الواضح كده مين هنا مين هنا اللي البور بتاعد ساين ساين ممتاز يبقى انا هاخد ساين من الساين power 3 تمام اهي ساين ايه والكوساين ساين اكس والكوساين سكويرد باش هقرب منها زي ما هي طب الساين لما انا كاتب منها الساين كيوب دي لما كاتب منها ساين بقى كم ساين سكويرد يقولك اللي انت كتب منه ده تحولوا للكوساين اتحولوا لليه حاجة التنية عن طريق ساين سكويرد بلس كوساين سكويرد ويقوال 1 يعني الساين سكويرد اللي بائد دي هشيلها وحط بدالها 1 مينس كوساين سكويرد dx طيب بعد كده يعمل ايه هتمسك الساين دي تدربها sine cosなので تدربها في 1 وتدربها في الكوساين سكويرد فهتلاقي عندك بقى في كوساين باور فور اكس دي اكس طيب هعمل ايه هبدأ بقى كامل كل ترميل واحده حد واحد باله ان ده براكت باور تو ودريفاتف اللي جوه برا طيب هل دريفاتف اللي جوه برا فعلا ولا ايه ايه اشارت نيجاتف عايز ايه شارت نيجاتف فهضرف في نيجاتف جوه ونيجاتف برا وهمسك البراكت ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد ودي برضه هتبقى بلاس كوساين باور فايف اكس اوور فايف بلاس سي وخلصة المسألة على كده سهل عشو انسين طيب مسألة زي كده مسألة زي كده انتيجريشن ساين باور فايف اكس في كوساين باور ثري اكس دي اكس هعمل ايه بقى هنا اخطر اي واحدة براحتي يعني بالزبط الباشواندس قال لي والله ده الاثنين قد يا باشواندس فانا براحتي اعمل لانا عايش طالما الاثنين قد هاخد من اي واحد طالما احنا قلنا القد هو اللي بناخد منه طيب بس ايه باشواندس ما تلاقي اللي اتنين قد انت قاوة فعلا مخير ان انت تشتغل من اي واحدة بس الاحسن او الاسهل ان انت تاخد من الباور الاصغر تمام مين الباور الاصغر الكوساين الكوساين يبقى خدم الكوساين طب ليه خلي بالك انت بعد ما هتاخد منها هتحول اللي انت اخدت منه فلو كنت اخدت من الصين فدي صين باور فور فعشان احول صين باور فور هتبقى صين سكوارد سكوارد هتتعبني شوي لكن لو خدت من الكوساين فهتبقى كوساين سكوارد اكس في كوساين اكس دي اكس صح فما حول الكوساين سكوارد طبعا دي صين باور فايف هضربها في كوساين اكس واخدهم على جنبها هم كده فما حول الكوساين سكوارد الكوساين سكوارد تحولها يبقى وان مينس صين سكوارد لا الموضوع هيكون أبسط تمام هل حد فيكو جرب يحول او ياخد من الساين باور 5 كده يقول لنا هوصل ليه هيوصل على فكرة بس هو هياخد خطوة زيادة مثلا الدكتور حلا معنا في الصبح بالفايف اه هتلاقي اتعملت خطوة زيادة تمام طيب فهتبقى ساين باور 5 اكس في قوسين اكس هنضربها في الون وهنضربها في مين في الساين سكور فهتبقى ساين باور 5 اكس في قوسين اكس مينس ساين باور 7 اكس في قوسين اكس دي اكس طب انتيجريشن ساين باور 5 في قوسين هتبقى ساين باور 6 اكس اوور 6 مينس ساين باور 8 اكس اوور 8 بلاس كم سي وخلست المسألة لك الدكتور هتلاقي تلاها بدالالة ليه الكوسينات تمام واضح او لا اشوان سي كم واحد مش فاهم كم واحد مش فاهم اللي هي تريجنومتريك انتيجريل طي المشكلة باش مواندس مش في كده المشكلة في ايه لو جاب لي انتيجريشن مثلا ساين ساين سكويرد اكس في قوسين سكويرد اكس دي اكس هنا بقى هل اه في حاجة اخد منها لا لا فالعمل ايه باش مانسين بقى ها حاول الدبل انجل رول الدبل انجل رول طب الدبل انجل رول بالضبط دبل انجل رول بتقولك الساين سكويرد هاقول ان هي هاوف 1 بلاس قوسين 2 اكس دي قوسين سكويرد والساين سكويرد هتبقى هاوف في 1 ماينس قوسين 2 اكس دي اكس اما ممكن اضرب الهاف ده في الهاف ده هيبقى 1 over 4 واخرجوا برا الانتيجريشن اهو 1 بلاس قوسين 1 بلاس قوسين في 1 قوسين تبقى 1 مينس ها قوسين سكويرد 2 اكس دي اكس طيب بسيطة اوش انا اعرف كامل الان الان بكامل اكس باكس طب قوسين سكويرد ده رجنومتريك انتجرال اخر ليه لان الباور بتاعه قوسين باور 2 في ساين باور زيرو مسلا تمام اكنه مضروف في ساين باور رجنومتريك انتجرال فانحله ازاي باش وانسين يبقى ده ربع اكس بالزبط اكنه انتجراشن جديد هتعمل معاها من الاول طيب ده باش واندس مفيش ولا باور قد عشان اخد من طب لما الباور زي ايفن او كل باور زي ايفن يبقى برضو دابل انجل رول تاني مضروبة في اكس مينس انتجراشن هاف في وان بلاس قوسين دابل الانجل الانجل كانت اكس يبقى دابل الانجل فور اكس دي اكس هطلع الهاف برا وكامل يعني الكلام ده هيطلع وان اوفر فور اكس مينس هاف انتجراشن الوان باكس وانتجراشن قوسين فور اكس لا دي نعرف كامل باش مهندس يبقى انتجراشن يبقى ساين فور اكس اوفر مين فور بلاس سي وخلصة المسألة لك هضرب الان اوفر فور في كل يعني اوفر فور اكس مينس اوفر ات بقى هضرب انا وهنا يبقى اوفر ات اكس مينس بلاس سي وخلصة المسألة سهلا يا شونسين سهلا او صعب كل الناس فاهمة كده طيب اللي اللي فهم دي كده يعمل الانتجراشن ده الصورة امتجراشن ساين انتجراشن ساين باور فور اكس دي اكس حل الانتجراشن ده وتبقى راجح حلك معي يلا معك ودي تي تي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب نحلها طبعا الناس اللي كانت بتدور على حاجة قد تاخد منها ساين او كوساين مش لائي فالحل هنعمل ايه بالدابل انجرول فهتبقى ساين سكورد اكس معنا ليه؟ ما انا عايز ساين سكورد دي عشان ايحولها بالدابل انجرول فهتبقى منس قوساين دي ساين سكورد كمان ما شو نسي طب يطلع برا منس قوساين دي اكس طيب هعمل ايه بعد كده؟ دعوان وبرفو في انتيجريشن واي سكورد بوان الاول في التاني في اتني يبقى نيجاتيف تو كوساين تو اكس بلاس التاني سكورد دي با بلاس كوساين سكورد تو اكس دي اكس طيب هعمل ايه بعد كده يا شونسين؟ باعرف عمل برضو بعرف عمل طب كوساين سكورد تو اكس دي هعمل فيها ايه؟ دا انتيجريشن دي يعني هحل بالضبول انجل رولي تاني. بالنجاتف تو كوساين. اه تو اكس. نسألها اخليها هاف بلاس هاف. اه كوساين فور اكس دي اكس. وكده انا جاهز اكامل مباشرة. يعني الكلام ده هيبع عبارة عن وان اوفر فور. طبعا وان وهاف ممكن اعتبرهم يعني الترم ده والترم ده اعتبرهم الترم واحد اللي هو هاتري اوفر تو. تبقى ثري انتجريشن بتاعها ثري اوفر تو اكس. ماينس انتجريشن تو كوساين تو اكس اللي هي ساين تو اكس. تمام? وهاف كوساين فور اكس هيبقى كوساين فور اكس هاتبقى ساين فور اكس اوفر. ها? فور. فتدرف فهاف يبقى اوفر ايت. بلاس سي. وخلصة المسألة كده. كام واحد مش فاهم يا شخصين? كام واحد مش فاهم? مش فاهم دي. ايوة اقول. اه حضرتك انا اسمتها ساين اه باور تو اكس ساين باور تو اكس وفاككت كل واحدة منهم. يعني انا مسلا فاككت واحدة ودخلت ضربتها في التانية. تاني كده? عملت فين? فين القطوة دي عملتها? اه في بدل ما خلتها ساين باور تو اكس. اه باور تو خلتها ايه? يعني خلت ساين تو اكس الواحدة وساين تو اكس الواحدة. مضروبين في بعض. فاككت واحدة منهم. خلتها بوزاية. اه. يعني انت ساين سكورد اكس في ساين سكورد اكس. اه. بعد كده? فاككت واحدة منهم ودخلت ضربت التانية فيها. طيب يعني انت هتقول لي ان دي فاكتها بالضبل انجل رول طبعا صح? يا تابلت معي بش شوية بس انا مفكتاش بالضابل انجل يعني انا حولتها خليتها وان ماينس كوزين سكوير اكس. وامت ضربها في مين? في السائل. هنا وهنا. اه. ببعت ساين سكويرد في كوزين سكويرد وبعدين. وبعدك اشتغلت بقى لها تقليدي عادي يعني. طب ما اللفة دي. كنا اشتغلت بقليدي الاول. بس صح مفيش حاجة لو مطبق يعني بعد كنا افكت دول بالضابل انجل رولز مفيش مشكلة. لا انا كنت عاوز بس احلا بطريقة تانية يعني. هي على الفكر هتلاقي لبسك انت بتامل نفس الطريقة. دي دي مش طريقة تانية هتطبق. مم. تمام? ماشي. شكرا مش فانسي. طيب. مين تاني مش فان يا شفونسي? مين تاني مش فان? طيب. اه 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 ا هبقي ساين. هبقي ساين. تمام? ممكن نعمل كليها ساين. نكليها ساينش. تمام? احنا قلنا اللي يمشي عالساين وكوساين يمشي عليه? ساينش وكوساينش. تمام? طيب. يبقى هنمشي ايه? يبقى انتيجريشن. ساينش باور فور اكس. في ساينش اكس بي اكس. طيب وبعد كده ايش مهندس عاملي? اه الشاين باور فور اكس دي انا عملها زي المسألة اللي هنفكها ازاي? هتبقى ساينش سكورد سكورد. ايو زي المسألة اللي فاتت زي ما باش مهندس قال ان هنفكها سكورد سكورد. الزبط هتبقى دي كده ساينش سكورد اكس باور تو في ساينش اكس دي اكس. تمام? طيب ساينش سكورد دي احنا عندنا رول بتقول ان كوشاين سكورد مينس شاين سكورد ايكوال كام? وان. طيب الليل. وبالتالي الشاين سكورد لو عايز اجيبها هتبقى عبارة عن كوشاين سكورد مينس وان. فتبقى دي كوشاينش سكورد اكس مينس وان اول سكورد. مضروبة في ساينش اكس دي اكس. هفك الكلام ده هيبقى انتيجريشن. كوشاينش سكورد سكورد هيبقى كوشاينش. باور فور اكس. مينس الاول في التاني في اتنين. بلاس وان. كل ده مضروف في يمين? في ساينش. اكس. فهضرب الساينش دي هنا. في الان. وفي التو كوشاينش سكورد. في الكوشاينش باور فور. فهوصل لايه في الاخر يا شمسين? هم? هوصل لايه? انتيجريشن كوشاينش باور فور في ساينش. ده براكت باور فور وادريفة في اللي جوه برا فهزود على الباور واحد. واقسم على الباور. الجدي. مينس. تو. دي كوشاينش سكورد. دريفة في الكوشاينش بساينش. فبرده هزود على الباور واحد. واقسم على الباور الجدي. ودريفة وانتيجريشن ساينش اكس بكوشاينش. اكس بلاس سي. وكانت ستم مسأل على كده. سهلا يا شمسين. شمسين. فضل. فممكن في الامتحان يقول لي. فايند الانتيجريشن ده با ريداكشن او باي انتيجريلز اف تريجنومتريك. ولا بيسيب هالي انا مفتوح اخطر اللي لا نعود. هو 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 في غالبا بيقول لك. في غالبا بيقول لك. لكن في باقي غالبا بيقول لك. طيب انت مع ما قالكش في حاجة وانت انت عمل غالبا وطلعت الناتج وطلعته صح ما فيش مشكلة. ايه اللي ايه اللي يمعني? امان. شو مان? لا عافية يا شونس. طيب. عايزين بس نراجع اه على كم قانون كده يا شونسين? لو انا مسلا عندي اه ساين ايه وساين بي. عارفين ده بيتفكل ايه? احنا ما اخذناهش في السنوات العامة بس اذكر الهول نصف. اه ايه بهاف ايه? ساين المجموة. ها? مانا ساين. مانا ساين الفرق. تمام? طيب. طب عارفين اه ساين ايه? ساين بي? مانا ساين الفرق. اه المجموة. ساين المجموة. ساين الفرق. ساين الفرق. تمام? طب لو ساين في ساين بقى. هتبقى ساين برضو هتبقى مانا ساين المجموة. مانا ساين الفرق. برضو? زي الساين في ساين يعني? الفرق اه زائد المجموة. تاني الساين? الساين في ساين بكام? حاول اجب لكم. زائد ما بينهم. زائد ما بينهم. في عاني واحدة. في ثالث واحدة لما تبقى كوزاين كوزاين بيبقى ما بين الفرق والمجموة بلوس. تمام. لكن هنا? لو ساين ساين. يبقى كوزاين الفرق. ها? مانس كوزاين المجموة. تمام? وهتأكد لكم منها دلوقتي. او كوزاين. او كوزاين. او كوزاين. او كوزاين. او كوزاين. كوزاين. المجموة. وصفاينة جميلة. سين 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 بتبقى كوسين الفرق مينس كوسين المجموع اه سين سين بيبقى كوسين الفرق مينس كوسين المجموع تمام لكن كوسين في كوسين بيبقى كوسين الفرق بلاس كوسين المجموعة دي. تمام? خلي بالكم الاشارات دي عشان بتلقبط. بتلقبط وانا انا نفسي بنساها يعني. تمام? فانتو بقى حاولوا ايه احفظونا. طيب احنا نسيتها تباسبتها. تسبتها من ناحية التانية. تمام? بس يفضل انك تحفظو. طيب. انا بستخدم الكلام ده في ايه يا مش مانسين? بستخدم الكلام ده في بعض الانتجريشن كالاتي. مسلا ساين اه فور اكس في قوسين تو اكس دي اكس. اعملها ازاي دي. واضح اوي ان الانجلز جير بعضها. واضح اوي ان الانجلز جير بعضها. طالما الانجلز جير بعضها هيبدا افكر في التلات قوانين دون. طيب ساين في قوسين احنا عارفين انه هو هاف. ساين المجموعة. بلاس ساين الفرق. يبقى ساين. ها. سيكس اكس. بلاس. ساين. ها. فور اكس ماينس تو اكس يعني بتو اكس. طيب. كده دلاغ هاتر من مجموعين على بعض الا قادر اكامل هم معادي. انتجريشن ساين سيكس اكس بكام? بنيجتف قوسين سيكس اكس اوبر كام? six. وانتجريشن ساين تو اكس بنيجتف قوسين تو اكس اوبر لصي وكل ستنمي السؤال على كده. تفاهمت يا شوكسين? سهلا ولا صعب? سهلا ولا صعب? لا تماما. طيب اه في بعض المسائل زي مثلا اه اخدتو انتجريشنز. التن في السيك. اه تماما. انتجريشن تن باور سري اكس مسلا في سيك باور سري اكس. ها نعملها ازاي? هاخد بي التن واحد. تمام. هفك التن سكويرد? لا. بص يا شوانس طالما السيك الباور بتاعها قد باخد واحدة من السيك واحدة من التان. تمام. طالما السيك الباور بتاعها قد باخد واحدة من السيك واحدة من التان. تمام? طالما التان الباور بتاعها قد باخد واحدة من السيك واحدة من التان. طيب بعد كده. بقوم محول التان دي لإيه? لسيك. يعني التان سكويرد دي هتبقى عبارة عن ايه? سيك سكويرد اكس. مينس وان. مضروبة في ايه? في سيك سكويرد اكس. في سيك اكس. تان اكس. طب انت ليه بتعمل كده يا باش مهندس? عشان اضرب الكلام ده. هنا. طب يا باش مهندس. طب ما تقول لي سيك سكويرد في سيك بسيك يوب. لا ما تعملش كده. انا عايز السيك اكس تان اكس دي كده تبقى الوحدة. ليه هتفهم بعد شوية? فهتبقى بيساوي انتيجريشن. سيك سكويرد في سيك سكويرد. تبقى سيك باور فور اكس. في سيك اكس تان اكس. مينس. سيك سكويرد في سيك تان. هتتضرب هنا في المينس وان. يبقى نيجة في سيك سكويرد اكس. سكك اكس تان اكس. دي اكس. طيب انت ليه عملت كده مش مهندس. عشان ده براكت. هعتبر السيك باور فور. دي براكت باور فور. ودريفت في السيك بسيك تان. ونفس الكلام هنا. ده سيك باور تو. ده براكت باور تو. ودريفت في اللي جول براكت اللي هو السيك بسيك تان. فهيبقى الانتجريشن بتاعي هو سك باور فايف اكس اوور فايف مينس سك باور سري اكس اوور سري بس كمانش من سي سهلة يبقى لو الباور افتان اد انت بتعمل ايه باخد واحدة سك واحدة من التان تحطوهم جنب بعض كده سهلة يا شونسين اللي بش فاهمي يعني لازم الاتنين قد والاتنين متسويين ولا ممكن يكون الاتنين قد وبش متسويين انا اهم حاجة تانية بقد عشان ااخد سك وتاني طب والسك قد ايفين بش فارقة معي باخد واحدة منها بس سواء هي ايفين او قد تمام فاهمت طيب اللي نقوله على يعني القوانين او الرولز اللي انا هقولها على تقوله على برضو بس وتقوله على وتقوله على بس كل حاجة بال بتاعتها بقا فاهمني طيب يعني خلينا نقول عايزة اقول المثال تاني كده دور لكم على مسائل تانية يعني امسلا قلت لكم كده انتيجريشن انتيجريشن سك باور باور اه 5x تمام فتان باور فور اكس دي اكس هعمل ايه هنا الباور بتاعتها اد اخد سكتر واحدها بقى المرابي ممتاز ممتاز فعلا ليه لان احنا هنا التاني الباور بتاعتها مش اد فمش هاخد واحدة من السك واحدة من التان لا ده انا هاخد اتنين من السك في الحالة دي لو لقيت التاني الباور بتاعتها ايه فهاخد اتنين من السك فهتبقى فيه على جنب كده سك سكوارد اكس دي اكس طيب هتبقى لي سك باور كام ثري اكس طب والتان باور فور اهي زي ما طب يا ترى بقى هعمل ايه في التان باور فور لازم تحولها لسكات قصدي لازم تحول لسك باور سريل ايه لتان لسك لسك لتان لتان عشان يبدربها في التان بسك سكوارد ففي الحالة دي انا ما بعرفش ااخد من السك اتنين الا لو السك الباور بتاعي يكون ايه ايفن فبهقول لك هنا لو الباور اوف سك ايفن خد سك سكوارد ده على جنب تمام يعني انا هنا بشايك على حك تيه على باور التان بشايك بشايك على باور التان وايه وباور التان لو قد بااخد واحدة من السك واحدة من التان طب باور لو ايفن بااخد ايه سك سكوارد من السكات بس طيب هنا المفروض انا احضط لك المسألة مش مظبوطة هنا المفروض السك دي مثلا نخلى لك سك باور اي حاجة سك باور فوق تمام اسمحتي يا باش مهندس اي اهو حضرتك قلت لو باور التان صح مش السك لو باور التان لو باور التان اوديا بش مهندسة بااخد واحدة من السك واحدة من التان على جنب كده ويبا هو ده دي الحاجة اللي لو عملت لا دريفتف تطلع كده تمام طب لو الباور بتاع السك لقيته ايفن تمام تمام بااخد واحد بااخد اتنين من السك بس تمام زي المسألة دي كده يعني تخيلوا معي هتطلقوا المسألة من جديد انا عندي مسألة هاي انتجريشن سك باور فور في تان باور فور هعمليه في المسألة دي يا شونسين اول حاجة بتشيك على باور التان باور التان هل باور التان قد هل باور التان قد لا ايفن ايفن ايبا انا مش هينفع هنفس الحالة الاولى دي طب هل باور السك ايفن اا ايفن ايبا هاخد ايه سك سكورد سك سكورد على جانب اهي سك سكورد اكس دي اكس طيب السك سكورد باور فور دي هتبقى سك سكورد والتان باور فور زي ما هي طيب هحول بقى كل حاجة لايه لتان لان اضربة في التان بسك سكورد طب احنا عارفين ان السك سكورد بكام وان بلاس تان سكورد بسك سكورد في تان باور فور اكس في سك سكورد اكس دي اكس طيب بعد كده مش مهندس هتعملي همسك دول كده هاضربها هنا وهنا فهايبقى يساوي انتيجريشن تان باور فور اكس في سك سكورد اكس بلاس تان باور سكورد اكس بسك سكورد اكس دي اكس طيب بعد كده هعملي احنا عارفين ان دي سك سكورد فده براكت باور فور ودريفة في اللي جوه برا هيبقى تان باور فايف اكس اوبر فايف بلاس تان باور سبن اكس اوبر سبن بلاس يعني بمعنى اخر كده انا دلوقتي عندي قلت النهاردة ايه انتيجريشن سين في كوسين سين في كوسين باشوف من الباور بتاعه قود واخد منه واحدة وحول الكوسينات لصينات او الصينات لكوسينات عن طريق الرول سين سكورد بلاس كوسين سكورد او الصينات لو لقيت قلت باشتجل بالدابل انجل روت وبعد كده قلنا فيه انتيجريشن تاني مش على شكل سين في كوسين لا ده على شكل سك في تاني وانتيجريشن سك في تاني قلنا اللي هنقوله على سك في تاني هو هو زي نفس القوانين بالظلط بتاعت كوسيك وكوتان بس كل واحد بالقوانين بتاعته طيب سك في تاني يا باشموهندس كنت بنتعامل معها ازاي قال لك روح شوف الباور بتاع التان لو لقيت قد خد من السك واحدة ومن التان واحدة وحول كل السكات عشان دريفة في السك بسك تان اهو زي المسألة اللي فوق دي كده المسألة اللي فوق لقيت ان باور التان كان قد فقمت واخد بقت كله عبارة عن السكات مضروبة في سك تان لقيت بسك تان فقد ركام طيب ما لقيتش كده يا باشموهندس ما لقيتش ان باور التان قد قال لك روح شايك على باور السك لو لقيت باور السك خد من السك على جنب زي المسألة اللي احنا فيها دي دي سك باور فاخدت منها على جنب وحولت كله التان ليه حول كله التان لان زي ما حلينا المسألة دي طيب نفس الكلام باشموهندس على الكوسيك في الكوتان اه يعني لو جالك انتجريشن كوسيك في الكوتان روح تشايك على باور الكوتان الاول لو لقيت خد كوسيك كوتان على جنب لو لقيت باور الكوسيك خد كوسيك سك على جنب واشتجت طب الكلام ده برضو ازاي السش والتانش اه لو لقيت إنتجريشن سش في تانش نفس القص او لو لقيت إنتجريشن كوسيش في كوتانش نفس القص بس كل واحدة لها ايدنتي سجري التاني يعني ما هتيجي تحول كوسيش سكوارد لكوتانش سكوارد دي ليها روح لكن ما هتحول سك سكوارد سكوارد دي ليها روح تاني قاض اتفاهمت يا شوانسين كام واحد مش فاهم اي هو الاجزامبل اللي هو سك باور فايف اكس تان باور فور اكس ده يتحل لا دي لسه هنتعلم نحل يعني سك اهو سك باور فور اكس دي مش هتلاقي انطبق عليها الايه الاتنين سك باور فايف اكس فايف فدي التان بش الباور بتاعها بش قد ودي بش ايف تمام فدي ممكن مسلا افكر ان انا يعني في بعض المسال ممكن افكر ان هي حولها الكوسين وصين تمام او في بقى طرق تانية لسه هنقولها قد واضحة يا شونسين واضحة طيب اسئلة يا شونسين عايز اسئلة في اللي انا قلت النهاردة بش هلو كان عندي سؤال بس مش اللي احنا اخذنا النهاردة طيب بحد عنده اسئلة في اللي احنا قلنا النهاردة ثانية واحدة خليك معي بشوانس حد عنده اسئلة في اللي احنا قلنا النهاردة طيب ده كانت سكشن النهاردة بشوانسين انا هوقف ريكورد بقى شكرا لكم بشوانسين